السلام عليكم اخوتي مرحبا بكم اليوم نكمل الجزء الثاني من المورونات اخترافات اقدرنا فيديو نظاري على المورونات والقاوانين توحى وقلنا الاسئلة الغير مباشرة المفخخات على المورونات الجماعة اللي ما شافتش الفيديو اللي فات روح راح اطلع اه فيديو حول اه والله فيديو نظاري حول المورونات والقاوانين توحى وكيشوف الرقبين مورون طالب السعرية والطاقة الطوعية والدخلية ومورونة العرض السعرية زيد اهترت لكم وعطيت لكم واشن عطيت لك الاسئلة اللي قلنا كيفا يحدد السعر في السوق ما هي المؤشرات التي تحسب الله الادات وكذا هذوك الاسئلة بالك وحاداري حاداري منهم جماعة الخير اليوم نروحوا لجانب التطبيقي المجاهل جماعة اللي هاريت خف المجاهل وضعية اعطيتها لكم في المورونات وضعية مقترحة السعر اعطيت لكم الكمية هنا الكمية وعطيت لكم هنا علامة استفهام شو معناه بمعنى معطيت لكش اسقو هذي كمية مطلوبة ام كمية معروضة صحة اخوتي لازم تعرفوا لازم تعرفوا اسقو من المعطيات من المعطيات لازم تعرف اسقو هذي كمية مطلوبة ولا كمية معروضة لانه من داكو ما يعطيها لكمش ما يكتب لكمش هذي اسقو كمية مطلوبة ولا كمية معروضة كيفش نعرف هذي هي اللي انا نحوس عليها تكوني لازم نعرفوا لازم نشوفوا ولازم نحسوا نعسوا الكلمة كيفاش كيفاش نعرف وشنو هي المعطيات به نعرف اللي هذي كمية مطلوبة والله كمية معروضة جماعة تبعني هنا السعر وش هو يصراله أو يزيد كان مياو ل 120 125 150 180 وش هو يصراله أو يزيد السعر وش قلنا العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة دائما علاقة عكسية إلا طلع السعر تهبط الكمية المطلوبة صحة السعر وش هو يصراله أو يزيد كمية هذي وش هي تصرالها يتنقص شيخ بمعنى هذي كمية وش نحيطولها مطلوبة كيفاش عرفت الشيخ بمعنى كمية مطلوبة لأنه نقولنا باللي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة علاقة عكسية كلما يطلع السعر كمية المطلوبة وش هي تصرالها تنقص كلما ينقص السعر كمية المطلوبة وش هي تصرالها تزيد علاقة عكسية دوكا نروحوا الكمية الدوزيام جماعة السعر وش هو يصراله أو يزيد الكمية المطلوبة وش هي تصرالها أي تزيد آه شيخ رانا في علاقة طردية بxy معنى هى هذا العراق بين الكمية المعروضة يعني الكمية المعروضة إذا كان السعر نقص والكمية المعروضة نقصت هنا كيف كيف نقوله هي علاقة قردية بمعنى إذا نقص السعر كمية المعروضة واش تصل لها تنقص إذا زاد السعر كمية المعروضة واش تصل لها تزيد شكوني الدخل ما يهمنيش نبدأ أولا سؤال أولا حلل الوثيقة تحليلا اقتصاديا شمعنى هذا شيخ غيرا نفتغل شغرا فيه نو عراك في الاقتصاد وما هو قال لك حلل الوثيقة تحليل اقتصادي مش شي جغرافي اقتصادي كيفاش تحلل هنا كيفاش تهدر واحد تحليل الوثيقة كيقولك اللي تحليل الوثيقة يعني بمعنى ويهدر على الجدول هذا أو الملاحظة بمعنى التحليل الاقتصادي أو تحليل الوثيقة هي الملاحظة واش راك تشوف اهدر واش راك تشوف مشي أحسب واش تفهم منتها نو تحليل اقتصادي عارفك واش تهدر لازم تكون بنادم اقتصادي تهدر يعني عالم اقتصادي الله يبارك حل الوثيقة تحلل الاقتصادين اول حاجة نشوفيها واشنو هي انه كل ما يرتفع السعر الكمية المطلوبة وشي تصرى لها تنقص سنقول له كل ما نلاحظ انه كل ما ارتفع السعر ترتفع الكمية المطلوبة وش نقول له علاقة عكسية علاقة عكسية جماعة هادي تهدر الملاحظة اللولى ملاحظة التانية وشنو هي انه كل ما يرتفع السعر وشي تصرى لها الكمية المعروضة تزيد تكتبها له نلاحظ انه كل ما ارتفع السعر هنا ترتفع تنخافض جدكم تنخافض تنخافض بمعنى نلاحظ انه كل ما ارتفع السعر تنخافض الكمية المطلوبة. نلاحظ انه كل ما ارتفع على السعر. وشاني تصرها لها الكمية المعروضة. ترتفع الكمية شكون المعروضة. واش نقول له هنا? علاقة واشن? علاقة طردية. شكوني زوج ملاحظات. جماعة ولو كان كان السعر لا لا شيخ. لو كان كان السعر يهبط. معليش ماشي موش كان نحضروها نعودوا نبدلوها هذه الحكاية. قولوا له كل ما ينخفض السعر. الكمية المطلوبة اوتوماتيك مو راح تزيد. ترتفع الكمية المطلوبة. علاقة عكسية. كل ما ينخفض السعر. الكمية المعروضة واش سراء? تنخفض معه. تنخفض الكمية المعروضة. علاقة طردية. اشتو اجمعه? صحة. مراحضة التالتها. انا اللحظ بانه الدخل كل ما يرتفع الدخل كل ما يرتفع الدخل. آه الدخل. واش قلنا هي يمشي معا من? مع الكمية المعروضة او مع الكمية المطلوبة? دايما يدرس مع الكمية المطلوبة لانه الدخل وتع المستهلك ومستهلك يشري مشتري. بمعنى تقول له كل ما يرتفع الدخل ماشي تصر격 لهذه الكمية المطلوبة ليت KüMA المطلوبة مش معا معروضة? كمية المطلوبة يتنقص تن خافض الكمية المطلوبة ما نقولوش علاقة عكسية ولا ترضيها بس كمية شي دايما كين حالات وين كل ما يرتفع السعر تزيد تاني الكمية المطلوبة جماعة اهنا يا على حساب نوع السلعة وقلنا الخطر اللي فاتت شكون هي الادات اللي تخرج لنا نوع السلعة هي مونون الطالب التقاطعية مونون الطالب الدخلية مونين الطالب الدخلية اللي تدرس نوع السلعة ونوع السلعة جماعة بمعنى هنا اشرك تشوف كل ما يرتفع الدخل وشاي تصرالها الكمية المطلوبة تهدروا معي الكمية المطلوبة وشاي تصرالها اي تنقص ما تقولش علاقة عكسية ولا علاقة طردية ما يهمكش لانه هنا قلنا مين دك يرتفع الدخل والكمية المطلوبة تانيك ترتفع جماعة هنا على حساب النوع السلعة الشيخ فهمني فيها هذي نومامو كل ما يرتفع الدخل الكمية المطلوبة تزيد في ترفه لا تبعوني هنا سيدك كان يدي زعمه كان يديزه جملاين ونص كان يشريب بزاف شكاير حليب الفين شكاير حليب في الشهر حليب عبك هذه هي سلعة الدنيا رخيصة صحة كيف يخلص هو كاروندو ما يقول ليش يشري نقص على لانه ترفه يقول ليش يشري كونديا ما يقول ليش يشري حليب بتاع شكايرها هذك جيكوني هنا الملاحظات اللي انا نشوفه ثنين كيف يحدد السعر في السوق اهدرنا عليها الخطرات اللي فاتت وش قلنا كيف يحدد السعر في السوق جماعة اللي تفكروا يحدد السعر في السوق بتفاعل واش قلنا بتفاعل قوى العرض والطلب بمعنى على الحساب لادو موند التاع السلعة هذه كل العرض التاحة يتحدد السعر احسب ملوناتين الطلب والعرض السعريتين تالتا هذي واحد ثلاثة حساب مرونة الطلب السعرية والله العرض الطلب والعرض السعرية صحا نبدو مرونة الطلب جماعة كي تنين ناقص كي واحد وك هذي هدرنا عليها الخطريفاتة بي تنين ناقص بي واحد على بي واحد جماعة الخير قال لك لما يتغير السعر من واش من بي واحد اللي هو شحال مية وعشرين ما واش قلت لي من بي واحد الى بي تنين اللي هو مية وخمسة وعشرين شحال كان ند niece بالنتقمة الفي في اللووية مية وعشرين شحال ما أم لا تقصة الفي الرالي هو الأساس المل大ي اذا البري في دوزي ام صحا بي واحد وهذا 속ول واحد الناقص بي اثنين كي واحدهم وصيح اثنين تبتع هكذا وهذه كي واحد� ثلاثة وهذه كي واحد كي تنين أثنين هذي الكمية المطلوبة وهذه الكمية المعرضة نبدو مع المطلب كي تنين وراهي جماعة الخير غاليك الف ناقص تسعمية على تسعمية ومنها بي تنين وراه مية وخمسة وعشرين ناقص مية وعشرين على مية وعشرين ونخرج لنا ناقص سبعة صح لا وش نكتبوها جماعة او لا غلطوا في الحسابات ما يكونش لانه انا انا ما عندي نيكا كايت اسنون نضربه خلاص مهم اي خلش تناقص سبعة ما ثالث وش روح نديرو لها قلنا في المولون طالب السعرية وش نديروها بالقيمة المطلقة كي يقول لك فسير او علق عن النتيجة واش تقول له تقول له مرونة الطالب السعرية كثير المرونة لانه اكبر قلنا من الواحد كي يكون كبيرة تقول لي شيخ مش شيخ اي خلش تناقص سبعة ما يهمكش تعلق على وش عك تشوف سبعة كبيرة على الواحد انه ليش كبيرة كبيرة كثير المرونة سيمو صحة ونفس الشرية جماعات الخير المونونة العرض السعرية كيف كيف وش يساوي كي 2 850 ناقص 750 على سبعة مية وخمسين وملتحت 125 ناقص 120 على مية وعشرين تخرج بالموجب وتقول له كثير والله قال لي المرونة هادي مش شي حاجة صعيبة انا نروح للصح مباشرة نروحوا للمجاهي اللي راكم تسنوا فيهم رابعاً رابعاً واش قالكم احسب سعر التوازن اكس شيخ سعر التوازن واش عرفناه قلنا سعر التوازن هو سعر 정 graves اهدي تتساوي فيها الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة kortcharger هوا بي اروحو وش قال لنا قالنا عنا باكوة يكس هذا هو السعر التوازن و انا مارق انا حالي باي اللي بي سعر التوازن هو نهارة تكون الكمية المطلوبة والكمية المعروضة كيف كيف الشيخة اني مركت الحاجة من داب قطرة انت أيكس هو سعر التوازن ولا غطرة لو تعرفتها يريد أن تكون كمية مطلوبة وكمية معروضة متساويين. اه اكس سعر التوازن. ما لهذا تاني تسعمية. علاء لانه اكس يعتبر سعر التوازن. جماعة صحة مية وخمسة وعشرين سعر التوازن. لا لا علاش لانه كمية مطلوبة وكمية معروضة مش كيف كيف. هذا مش كيف كيف. بسح هذا يا كيف كيف استنتجتها. تقول لي الشيخو في الكتيبة وشو نكتب له. نقول له بما انه اكس هو سعر التوازن. فان الكمية المطلوبة تساوي الكمية المعروضة. جيكوني تسعمية. صح هذا القيناة. نروح وخليك احسب سعر التوازن اكس والدخل ايقراج. يعني احسب له ايقراج. ايقراج هو الدخل. و ايقراج هو السعر. واللي عيطوله سعر التوازن. جماعة تبعونا. ما تغيش. صحة. قل لك اه اه سعر التوازن والدخل ايقراج. اذا علمت ان مرونة هي الطالب السعرية والدخلية. جماعة نهار يقول لكم احسبوا لي المجاهل يعطيكم نتيجة المرونات. بمعنى يعطيها لك شحال تخرج المرونة الطالب السعرية والدخلية والطاقة. يعطيك النتيجة. وينحيلك واحدة من هادو. يا كي اثنين يا كي واحد. يا بي اثنين يا بي واحد. بمعنى نهار يحيلك المجهول. تخرج وزعم كش مجهول. يعطيلك دايما نتيجة المرونة. شحال خرجت بها تخدم انت. طريقة عكسية. احسموا السعر ايكس والدخل ايقراج. اذا علمت ان مرونة هي الطالب السعرية والدخلية. لما يتغير السعر من. من. هذا هو بي واحد وهذا بي اثنين. معنى مين. قال لكم كتش. من واش. من مية وخمسة وعشرين. السعر مية وخمسة وعشرين. شحال ولا. ايكس. الله اعلم. يعني هذا بي واحد هذا بي ثنين. وانا هاكا انتبعو. وراي كي واحد. هادي. هادي هادي واش تعتبر كي ثنين. الدخل. ار واحد. ار ثنين. يعنى او اغدر على مونة الطالب السعرية والدخلية. هادو اللي هموني انا. اشتو كيفاش تبعو. بي واحد. كي واحد ار واحد. بي ثنين. كي ثنين. ار دو. تكوني? صحة. نبدو اولا حساب السعر اكس. او سعر التوازن اكس. بندما راح نهضروا على مونون الطالب السعرية. كتبوا القانون تعملون الطالب السعرية. واشتو ساوي? كي ثنين الشيخ ناقص كي واحد على كي واحد. وهنا بي ثنين ناقص بي واحد على بي واحد. جماعة الخير. صحة. نبدو ونعوضوا. اه مونون الطالب السعرية اعطاها هلونا ما اعطاها هناش هاي ليك. هاي ليك. هاي ليك. على التوازن مونون الطالب السعرية هي ناقص 0.625. جماعة الخير. وانو كان يعطيها لكم هاك. ما تسألوش. 0.625. مونون الطالب السعرية اعطاها لك 0.625. اسكنتها هنا. تكتبها 0.625. وتعوض بيها. لا لا ركالة. لازم احنا على بناب اللي مونون الطالب السعرية جماعة دايما. واش تخرج قولنا? تخرج بالسالب. هو مبرك يكتبوها بالقيمة المطلقة. ثم يجو تعوض له هنا. كتبوها بالاشارة ناقص دايما مونون الطالب السعرية. هذي فقط في مونون الطالب السعرية. ببارك. صحة? صحة. رجعنا الشيخ ناقص يا حمول صحة. ناقص صفر فاصل 625. تساوي. ناقص صفر فاصل 625. يساوي. كي ثنين. وراي كي ثنين. تسعمية شيخ. ناقص الف. على الف. ها. كي ثنين ناقص كي واحد على كي واحد. ملتح. بي ثنين. هو ايكس. هذا هو اللي نحوسه عليه. ايكس. ناقص. مية وخمسة وعشرين. على مية وخمسة وعشرين. شبعت الخير. قريتو ان شاء الله. بكري. قريتو كيفاش مبسطو قصور. يا كوش يقول لك. انتو ما هي كين بزاف طرق جماعة. يا تضرف في المقلوب. يا تخدم هذا الفوقاني وتضرف في المقلوب. سعنا عندي طريقة واحدة جماعة تبعوها تخرجكم قعل ما جاهل. من كي يكون مجهول هنا زعمها. ايكس. ايكس تخرج. واش عاكم حابين تخرج. يا كنا توجون نعطيكم القوانين اللي يخرجو كلش. طارحة. عاودوا ردوا المعطايا التوعنا. وش يقول لك. كيفاش تبسط الكوصور. الخاصية هذي. بعيد في البعيد. على القريب في القريب. كيفاش تبسطو كوصور جماعة. كي يجي كسر. تقسيم كسر. دايما. البعيد. اضربوا في البعيد. تقسيم القريب في القريب. كيفاش نبسطوها هذي جماعة. ناقص صفر فاصل ستمية وخمسة وعشرين. تبعني خطوات كيفاش راح تمشي. قال لي الشيخ البعيد في البعيد. البعيد شكون هو. تسعمية ناقص الف. اهان. فانا ضربوها. البعيد في البعيد في مية وخمسة وعشرين. صح. على تقسيم القريب في القريب. الف. ورا القريب بتاعه هو. ايكس ناقص مية وخمسة وعشر. تكوني دوكا نبدأو نخدمو. في التبسيط التاعنا. جماعة. تسعمية ناقص الف. تحال. ناقص مية. ناقص مية ضربها في مية وخمسة وعشرين. طح لك ناقص اتناشن الف. وخمسمية تفرق. تكوني من التحت. الف في ايكس. الف ايكس شيخ. الف في مية وخمسة وعشرين. شخص. ننشر الف. تخرجنا ناقص مية وخمسة وعشرين. في شيخ. زيت. دوكا نروحوا نستعملوا الخاصية على الوساطين. في طرفين. واحد نضربوه في هذا. يساوي. ناقص ستمية وخمسة وعشرين في. الف ايكس ناقص مية وخمسة وعشرين. واساطين. جداء الواساطين في الطرفين. صحة. نبدأ. واحد في ناقص ناشن الف خمسمية. شعالي يعطيك. ناقص ناشن الف وخمسمية. صحة. ناقص سيفر فاصل ستمية وخمسة وعشرين. فهي نضرب في الف ايكس ناقص مية. وخمسة وعشرين الف.. مجماعات الخير يقولون تشوفوا. ناقص صفر فاصل ستمية وخمسة وعشرين في الف تخرج لك ناقص ستمية وخمسة وعشرين اكس. ناقص. اضربو لهي يناقص صفر فاصل ستمية وخمسة وعشرين في مياه وخمسة وعشرين تضح لكم يعني الشيء الناقص في يطيح زائد. 78 و 125. تساوي ناقص 12500. المجاهل من جهة والمعالم من جهة ناقص 625x كنجيبوها منا واش تولي؟ 625x. هذا نخلوه في بلاسه بسكاب الموجب. شكو نجيبولو ناقص 12500 منا تولي بالموجب. كانت ناقص تولي زائد. تولي لك 9625x. ومينو x واش يساوي؟ 9625 على واش؟ على 625. طيح لكم 145. شيخ طويلة شوية وتخاف الإشارات. شوف. تبعني هنا. أنا أعطيت لك طريقة اللي تخدم بها. كلش المجاهي يلقع طريقة ديرك. البعيد في البيض على القريب في القريب والريقل. المات التاعك. تكوني عس الإشارات والنشر. هدا وش كاين؟ حاجة خفيفة عكاتر يماني النشر. سيبوه خابتي. هدا هو السعر 145 هو السعر التوازن. شيخ و Y نفس العملية Y جماعة. بصح نحن نخدمها بمولون الطالب الدخل الدخلية لأنه راح نلقاوا الدخل. تبعونا أخوتي نروحوا حساب الدخل Y. نفس طريقة نفس المنبدأ. كلش كيف كيف. بركة X و Y. صح. كي تني ناقص K1 على K1. R2 ناقص R1 على R1. كلش كيف قدامنا. احنا نخدمه يقولنا الدخل نخدمه مع الكمية المطلوبة. كي تني شحال. 900 ناقص 1000 على 1000. ومنها R2 حال Y. هدا هو اللي نحوسوا عليه على ناقص 34000 على 34000. شيخ. اخلاص تعلمنا البعيد في البعيد. على القريب في القريب. بمعنى وش تروح تدير. تروح هكا ناقص واحد يساوي. البعيد في البعيد شكون هو 900 ناقص 1000. فهي نضرب في 34000. ها. البعيد في البعيد. على القريب في القريب. بمعنى 1000 ضرب. في Y ناقص 34000. تماعة واخدم الواسطة هنا ومن بعد في الطرفين. وتخرج نفسه. بنفس الطريقة. تماعة اللي تلف لوقضها. يرسلناها. هاوليك ناستجرام فيسبوك في الكومونتيرد بالراس. مهم. اللي. اللي. يحاول. حاولوا طاقينا. هاوليك. تكوني. ابعت وانصحح لك. صحة. جماعة. روحوا. للسؤال الخامس. اللي هو يقول. حدد بيانيا سعر التوازن. هذا السعر مننا. والكمية مننا. سعر التوازن X وكمية التوازن. تبعونا يمليح. كيفاش تحدد بيانيا. ولا كيفاش ترسم بيانيا منحانة الطالب ومنحانة العرض. منحانة الطالب يعني السعر مع الكمية المطلوبة. ومنحانة العرض يمشي السعر مع الكمية المعروضة. نبدأ بالمنحانة الطالب. جماعة. منحانة الطالب نبدأ أولا نديره السلم بتاعنا. السلم مشوا كما تحبوا. يمدلوا السلم بتاعك أنت. قد نمشوا بخمسين دينار في السعر. وفي الكمية نمشي بخمسمية. شيخ كما نحبانا. يا إما يعطيلك هو يا إما أنت دير سلم الروحك. يعني هو ما يهموش هذا على كل حال. صح الأهمية دو كتشوفوها وشنو هي. صح. نبدأوا. السعر لما كان السعر مياه. كان السعر مياه. مشوا بخمسين قلنا مياه. مياه وخمسين ميتين. كي كان السعر مياه. السعر البري مياه. ما كانت كمية مطلوبة جماعة. الفين. ورعوا. هكذا. ورنا مياه زيب. هنا. هذه النقطة الأولى. لما كان السعر مياه. كمية مطلوبة كانت الفين. روحوا في الوسط. مياه وخمسة واربعين. وما خدموه كون بلي كي تكون مريح. صح. صحنا ننشط نقطة في الطاقة في اللولى وفي الوسط والأخرى. مياه وخمسة واربعين. كي كان مياه وخمسة واربعين مثلا هنا مياه وخمسة واربعين. الكمية المطلوبة جحال تسعمية. بمعناها حي تلاقاوا هنا. هذه تسعمية. تسعمية. بدوكم نشوفوها. زيدوا. الاخر مياه وثمانين. كمية المطلوبة خمسمية. تكوني هنا. صار منحانة تعنا كويش يجي. هذا هو المنحانة الطالب. دايما منحانة طالب يجي حابط. صح. منحانة العرض كيف كيف لمشوا السعر مع الكمية المعروضة. لما كان السعر مياه. شعال كانت الكمية المطلوبة؟ شعال كانت الكمية المطلوبة؟ آه 600 هنا. ما عليش. تكوني هنا 600 بما نغلطوش. تلفلناش. صار منحانة تعنا يجي هاكت. 600. صح. نروح للمنحانة العرض. لما كانت السعر مياه. شعال كمية المطلوبة؟ هذه النقطة الأولى. نقطة الدوزية متاع العرض. كي كان السعر 145. شعال كمية المعروضة 900. 145. 900. صارت لاقا. لأنه هذا سعر التوازن. كي كان السعر 108 هنا جماعة الخير. شعال كمية المعروضة. شعال كمية المعروضة 2000. شعال كمية المعروضة 2000. شعال كمية هنا. صار منحانة العرض كيف يجي هكذا. هذه اللي يتلقى فيها واشي يقولون لها؟ نقطة التخاطر او نقطة التوازن كيتسقطها على الكمية. هادي 900 واسمها يقولون لها كمية التوازن. كيتسقط منها على جهة السعر. هادي يقولون له سعر التوازن. جماعة الاخير. سيبوا. هذه هي التمثيل البياني. مزعتني نقطة صغيرة. نقطة صغيرة خارج هذا التمرين. اعطيت لهم هنا يا واحد الوضعية صغيرة. هاوليك. الدخل. اعطيك هكذا. الدخل في الدميل هذه السنة. اه الدخل في الدميل. ديميل فان. ديميل فان. اعطيت لهم ثلاثة ملايين. ثلاثين افو هنا مكانش. وش كتبت لهم جماعة. احسب الدخل في الفين واحد وعشرين. اذا علمت ان التغير النسبي للدخل هو اه صفر فاصل اثنين. صفر فاصل اثنين. بالموجب الله بالسالب. اعطيت لكم بالموجب. يعني ارتفع بصفر فاصل اثنين يعني بعشرين بالمية. ها. ارتفع بعشرين بالمية. جماعة كيفش تقع الدخل هذا? وش عطيت لك? اذا علمت ان التغير النسبي للدخل. تغير النسبي للدخل ورهنا في المورنة الطالب الدخلية. اذكر ورهنا في التغير النسبي للكمية ولا تغير النسبي للدخل. ايه يا شيخ. شورك في هذا القانون ار دو. نقص ار واحد على ار واحد. يساوي صفر فاصل اثنين. ونحسبه نور ما شيخها. صف فاصل اثنين. يساوي. ار دو ما عندناش. ار واحد. شحال كان نبريف اللول. ثلاثين الف. على ثلاثين الشيخ ونقاو الاردو. شمعها كان هالطريقة. وكانت فهمها هي سهلة. وكاننا حاب نفهمها. ونقول لك شه تدخل هذا. بمعنى هادا التغير النسبيها الجماعة الخير. شو راح بيقول لك شه تدخل هادا ثلاثين الف. او زاد بعشرين بالمية. ايه شيخ. ما نقدر انه نحسب بالزيادة شحال. ونضرب في سيف فاصل اثنين. شحال نقال زيادة ستمائة الف. صار فيك شحال ولا الدخل كان ثلاثين الف. شحال زاد بستة الف. شحال ولا الدخل ستة وتلاثين الف. يو نفس الحكاية بقى تفهموها مش معنى تغير النسبي للدخل وتغير النسبي للسعر والله. هو اوكي يقول لك السعر كان زعمة ثلاثين دينار. نقول لك التغير النسبي للسعر هو عشرة بالمية. زاد بعشرة بالمية. صار انت وش تدير? ثلاثين. في سيفر فاصل واحد قاها ثلاثة. صار فيك بشحال ولا? طلو نطربها. لانه علاش كان ثلاثين زاد بثلاث دينار. هادا هو التغير النسبي زعمها هادا. تغير النسبي لكمية. نطرب في الكمية نشوف شحال ونخر. تشكونا يا جماعة الخير. اي ملاحظات. اي حاجة. خليها في الكمنتر. ابعتلي في الانستغرام ما شيء مشكل. نقدروا نعودوا ما زال في المراجعة النهائية. راح ندير مراجعة الشاملة نهائية في بلك نحقولها في ماي او 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 اخر افريل. ونعاودوا نزيدوا نديركم وضعيات وماشي مشكل خوتي وما يخصكم والو. سلام.